السلام عليكم الوحيب بقى له فترة طويلة بيسجل ببرنامج كامتازيا وبندور على برنامج بديل ليه لان برنامج كامتازيا بفلوس والوحيب معدوش بكنا هو الشري برنامج اصلي والبداية ما كانش بالقوة فقعدنا ندور لحد من البرنامج لاته كويس جدا اسمه OBS Studio او Open Broadcaster سوفتوير ويشغل على وندوز وابل ويشغل على لينكس مجرد تقول له داونلود هيبدأ يحمل معك زي ما انت عايز طيب هاجي هنا اقول له OBS تمام وافتح البرنامج البرنامج سهل وبسيط وفيه مكانات كويسة جدا وانا ان شاء الله حاول اعتمد عليه الفترة الجاية في موضوع التسجيلات تمام خلينا نبدأ حاجة جديدة نقول له O تمام هنا تقدر تعمل ستريمينج يعني تقدر تزيع مباشرة سواء على الفيسبوك او اليوتيوب او اي حاجة هنا ستارت ركوردينج طب هسجل ايه تبدأ بقى تختار الحاجة اللي انت هتسجلها تعمل المشهد هنا وتقول له مثلا السورس اللي انا سجل منه ممكن تقول له عايز ملف الصوت تخد ملف الصوت زي ما انت عايز تمام الامبوت تمام وهي بدأ يقول لك اختار المايك بتاعك ده المايك تمام انا ده اتسجل برناميك تاني ففيه ممكن حاجات يحصل التعرض بينها يعني اول تلوك خذ الكاميرا مثلا ممكن يرفض تمام ممكن تقول له انا عايز فيديو كابيتشار دفايز تمام ديو القامير بتاعتي بس هو ممكن ميقودش عشان انا مشغله عن طريب برنامج كامتازه دلوقتي ممكن تقول له انا عايز اضيف مسلا جيم كابيتشار تحدد به وتفطور اللعبة هو يبدأ يسجلها او داسبري كابيتشار تبدأ تحدد سيبدأ يسجل لك الشاشة اللي بتحصل تمام وبيقول لك عايز الطول وعرضة ديه تمام زي ما تشايف بيساجل كل حاجة بتحصل فلان هي متقررة دلوقتي مجرد هتقول له ستارت ركوردنج هيبدأ يسجل تمام بس هلازم اوقف في البرناميك المتازل دلوقتي ممكن تقول له انا عايز اضيف مشهد معين او عايز اضيف الفيديو كوبيتشر تمام قامرا برضو لتشغيلها ممكن تقول له انا عايز ويندوز هيبدأ يسجل لك ويندوز معين تعال اشوف ايه اللي موجود انا فتح فعلا جوجل كروم جوجل كروم فتح فولدر اسمه فيديو وفولدر اسمه قرابك ممكن تقول له انا عايز مسلا تسجلي الفولدر دوت او المكان دوت فيبدأ هو يسجله لك تمام واقول له ستارت تمام وارروح بقى لفولدر ده ابدأ اشغل الصوت وابدأ اسجل اللي انا عايزه وفي الاخر اول ما اقوله stop هيروح مطلع الفيديو دوت في نفس المكان خلانا نروح لsetting هنا هتحدد اللغة هتحدد الشكل هتحدد عدد التصدير زي ما انت عايز stream السيرفر انت هتسجل عليه الoutput بتاعك هنا هو بيعمل output FLV خلانا نعمل له mp4 الضغط الencode هتستعملو بايه الoutput mode ممكن تقول advanced وتبدا تختار طوله مثلا لو انت عندك كذا مصدر للصوت هتختار اي مصدر فيهم تمام انا مختار اللغة الاولاني عادي red control طيب الصوت نفسه تبدا تشوف الاعداد بتاعته يعني مثلا red هي بعد ايه الشانل الحاجات ديت الفيديو اللي هي بتاعتك اللي هيسجل عليها resolution تبدأ تختار وتقدر تسجل به اي حاجة انت عايزها ان شاء الله برنامج كويس انا ان شاء الله حاول اعتمد عليه في كل الحاجات اللي جاء بعدك ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر